موسيقى 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 هذه نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر أهلاً دالي أهلاً ياسر أهلاً بكم والبداية بأبرز العنب موسيقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير للسلسلة من العمليات الإضافية في قطاع غزة مصر والأردن يدعوان إلى وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين المرشح في انتخابات الرئاسة التركية محرم إنجي يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية ويقول إنه تعرض للابتزاز من معارضين موسيقى 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 بداية وهذه النشرة مع تطورات العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة موسيقى 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 اشتركوا في القناة وصلت استهداف مختلف المناطق في قطاع غزة واضفت ان قوات الاحتلال تواصل اغلاق المعابر والحواجز المؤدية للقطاع وابرزها بيت حنون الخاص بالافراد وكرم ابو سالم الخاص بالبضائع الامر الذي ينذر بشحن في المواد الغذائية والطبية والوقود في غضون ذلك اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع اجمالي شهداء الاعتداءات الاسرائيلية منذ بدايتها الى 25 شهيدا واسابت اكثر من 70 اخرين وقالت مصادر وطبية ان من بين الشهداء ال 25 ستة اطفال وثلاث نساء اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي اف غالنت انه وجه كل القوى الامنية باتخاذ الاجراءات لازمة كافة لتحضير سلسلة من العمليات الاضافية واكد غالنت انه لا بد من الحفاظ على مستوى عال من الجهزية واليقظة لاحتمال توسيع دائرة اطلاق النار وفي سياق متصل قالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان مئات الصواريخ اطلقت من غزة وقد اعترضت انظمة دفاع الاسرائيلية معظمها قالت وزيرة الخارجية الالمانية ان لانا عبيربوك ان بلادها تدعم الجهود المصرية لوقف اطلاق النار في قطاع غزة مضيفة ان حل الدولتين هو الاولوية والضامن لحل دائم لاصراع الفلسطيني الاسرائيلي واكدت وزيرة الخارجية الالمانية خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزاري في ميونخ بشأن عملية السلام في الشرق الاوسط ان الاستيطان الاسرائيلي يعرقلوا الاستقرار والسلام ويخالفوا القرارات والقوانين الدولية سيد سامح شكري زميلي من مصر وزير الخارجية المصري قد ألزم جميع الاطراف بوقف اطلاق النار وكل يوم جديد نرى العديد من الناس الابرياء يموتون وان سفك الدماء ينبغي ان ينتهي الان بالنسبة للأيام الاخيرة ان هناك ليس هناك شيء اكثر اسفا واحباطا في امام الازمات التي تواجه الاطفال هذا هو ان على المقاومة الفلسطينية تحتاج الى افاق التفوق بالنسبة للتحديد مستقبل افضل لاطفالهم حتى ان هناك نحتاج الى موقف جادا نتخذ وبالنسبة لتمثيل وتنفيذ هذه الاراء وان هناك العديد من القضايا السياسية التي نحتاج الى نتشاور باجلها دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري المجتمع الدولية الى وقف الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين وحذر من ان توالي التصعيد في غزة ينذر بتفجر الاوضاع بالمنطقة وقال شكري خلال مؤتمر صحفي في اجتماع ميونيخ بشأن عملية السلام ان انشاء دولة فلسطينية مستقلة هو مسار الحل للقضية الفلسطينية واننا نجتمع اليوم في برلين في اطار مجموعة ميونيخ وذلك للنقاش وتبادل الرؤى حول المستجدات المرتبطة بالاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك التحديات التي تعوق سبل احلال السلام واحياء العملية السلمية وانهاء التصاعد الجاري في معدلات القتل والعنف بحق الفلسطينيين وتوالي جولات التصعيد العسكري في خطاع غزة وايضا في الضفة الغربية التي تشهد احد فصولها حاليا بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على غزة ومدن الضفة وكذلك ما تشهد القدس الشرقية من اضطرابات بسبب الاعتداءات المستمرة على المخدسات الاسلامية والمسيحية ومنها المسجد الاقصى وهو ما ينزر بتدهور خطير يجب على الدول الفاعلة ومنها اعضاء مجموعة ميونيخ العمل وبشكل استباقي على احتوائه بل ووقفه قبل ان تنزلق المنطقة لمواجهة واسعة النطاق يصعب السيطرة عليها من جهتي اكد وزير الخارجي الاردني ايمن الصفضي انه لا حل للقضية الفلسطينية سوى بحل دولتين ووصف ما يجري في قطاع غزة بالتصعيد الخطير كما شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف العضوان الاسرائيلي على غزة ودعا الى ايجاد افق تاريخي ينهي الظلم الذي تعرض له الفلسطينيون انا نريد لمنطقة الشرق الاوسط سلاما حقيقيا عادلا يلبي الحقوق المشروعة للجميع للفلسطينيين والاسرائيليين عبر سبيله الوحيد وهو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 4 حزيران 1967 لتعيش بامن وسلام الى جانب اسرائيل مجموعة ميونيخ قامت بدور كبير على مدى السنوات الماضية في ابقاء تركيز المجتمع الدولي على هذا الصراع الاساس والرئيس في المنطقة وفي وقت غابت فيه الجهود كانت مجموعة ميونيخ تقوم بدورها في بدل كل ما هو ممكن لوقف المزيد من الدهور فكل الشكر لك مرة ثانية انا لنا على هذا الاجتماع من جانبها قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا انه لا يمكن ان يتوقف العنف دون ان يتحقق السلام واكدت ان التصعيد في قطاع غزة يمكن ان يؤدي الى انزلاق الاوضاع نحو منحا خطير مشيرة الى ان بلادها تعمل على تحقيق سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والاسرائيليين دعني ان اقوم بنولي اهمية الى تحقيق تعاون اقصى من اجل استمرار عملية السلام في الشرق الاوسط ان هناك العديد من الايام المقدسة قد تم انتهاكها وانتهاك قصصيتها وكما تعرفون ان هناك العديد من اطلاق الصواريخ التي هاجمت الابرياء ولدينا صداقة مشتركة مع الجانب الاسرائيلي فالجانب الفرنسي الاسرائيلي تحدث بخصوص هنالك بعض التحديات والمسئوليات في خلال اطار تنفيذ سيادة القانون وان هناك لدينا عديد من الحالات الطارئة في الهجمات ضد المدنيين فبالتالي التي ينتهك القانون الدولي للحماية المدنية وللمزيد من المتابعة حول هذا الملف نتحول الان الى الزميلة شيماء الكردي شكرا لك داليا شكرا ياسر للمزيد من المتابعة ينضم الينا من برلين الدكتور ردوان القاسم الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والشؤون الاوروبية اهلا بك ومرحبا يبدو من خلال الاجتماع الخاص بمجموعة ميونيخ بين وزراء خارجية مصر والاردن والمانيا وفرنسا هناك تعويل كبير من قبل مصر والاردن على الدور الالماني والفرنسي ما شكل هذا التعويل ما المنتظر من الجانب الاوروبي في هذه القضية خصوصا مع الاستمرار التعنت الاسرائيلي والجولات الاسرائيلية الاستفزازية يعني المساعي الديبلوماسية هي ضرورية دائما أن تكون موجودة بين الأطراف التي المختصة في هذا الشأن وخاصة في ما يخص مجموعة ميونيخ نحن نعرف أن كان هناك العديد منذ 2020 حتى يومنا هذا كان هناك العديد من اللقاءات بين المسؤولي هذه المجموعة وصعيد بزراءة الخارجية لاتخاذ قرارات لكن للأسف الشديد أنها لم تأتي بنتيجة وقعية على الأرض وأيضا حتى أن ازدواجية المعايير لدى بعض هذه الدول ومنها فرنسا وأومانيا تجاه النظرة للرؤية الفلسطينية والرؤية الإسرائيلية مختلفة كثيرا حتى سمعنا بالأمس وزيرة الخارجية الأومانية السيدة بيربوك عندما تقول أنها تؤيد الدفاع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها رغم أن الإسرائيل هي المعتدلة على الفلسطينيين ومعتدلة القادة الفلسطينيون كذلك سمعنا وزيرة الخارجية الفرنسية اليوم تقول الشراكة الإسرائيلية الفرنسية وأبعادها وهذا ما أشار إليه السيد معاني وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري عندما قال بما معنى أنه لا يجب علينا أن ننظر بإزدواجية المعايير حقوق المدنيين يجب أن تكون للطرفين ليس طرف واحد وهذا كان إشارة لما تفضلوا به وزراء الخارجية الفرنسية والرمانية من معنى آخر أن وزير الخارجية المصري والوزير الخارجية الأردني يعرفون تماما معرفة أن النظرة الأوروبية لإسرائيل تختلف تماما عن النظرة الأوروبية للفلسطينيين لكن السؤال الأهم وهذا أيضا ما أشار إليه مع الوزير الشكري عندما قال أن المسألة ليست فقط في الاجتماعات ليست فقط بالقرارات ما هي التنفيذ هذه القرارات؟ كيف يمكن لهذه القرارات أن تنفذ على الأرض؟ يعني الآلية لهذه القرارات هل يمكن لنا أن ننفذها من خلال فقط القرار؟ هل يمكن لهذه الدول أن تفرض شيطرة أو تفرض ضغوطات على الإسرائيل لتنفيذها؟ نحن نعرف أن مسألة السلام هذه مسألة حبلها طويل ومنذ أسلو إلى يومنا هذا وما بعد أسلو السياسة ربما والديبلوماسية لا تأتي أكلها مع الكيان الإسرائيلي لسبب بسيط لأنه يضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط ولا يهتم لها ولا ينفذ منها شيء المسألة الوحيدة التي ممكن أن تؤثر هي الضغوطات على هذا الإسرائيلي الذي يمكن له أن يقف عند حد ما عندما يجد أن الأمور فعلاً ذهبت إلى أو وصلت إلى حد ربماً تفلت الأمور عن السيطرة وهذا ممكن ما أشار إليه أيضاً الوزير الخارجي المصري دكتور ردوان ما هي شكل هذه الضغوط التي قد تمارس من قبل الجانب الأوروبي المتمثل في فرنسا وألمانيا على الجانب الإسرائيلي في هذا المشهد وهذه التوترات التي متأكدها يعني هناك العديد من المسائل يعني أولاً العلاقات ما بين أوروبا وإسرائيل لا يمكن لها من خلال فقط تنديد من هنا أو استنكار من هناك يجب فعلاً أن يجدوا آلية لتنفيذ هذه القرارات ورأينا أن حتى موضوع الاستطان وأشرت إليه مع الوزير الخارجية الألمانية عندما قالت أن الاستطان يضر بمصلحة السلام عملية السلام تحتاج إلى تنفيذ للآلية هذه الآلية يجب على الدول الأوروبية أن تجد طريقة لها لوضع ضغوطات على الإسرائيلي أكان اقتصادياً أكان في العلاقات أكان في المستوى الديبلوماسي هناك الكثير من المسائل لكن هل قادرين على فعل ذلك؟ أنا أشك في الموضوع وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي لها غطاء كبير أو تعطي غطاء كبير للإسرائيل في هذا الخصوص ولا أعتقد أن الأوروبيين قادرين أن يخرجوا عن الإرادة الأمريكية من خلال حديث السيدة كاترين كولونا وأنا لينة بيربوك في هذا الاجتماع هل كانت الكلمات تعكس رغبة حقيقية أوروبية لتسوية هذه الأزمة للمضي قدماً في حلول قد تهدئ من الأوضاح خصوصاً وأنها تحديداً منذ بداية هذا العام وصلت الأمور إلى حد كبير من الأضرار التي قد تقع في النهاية على إسرائيل ليس فقط على الجانب الفلسطيني نعم الرغبة موجودة النية حقيقية موجودة لكن كيفية استخدام الألية لتنفيذ هذه الرغبة يعني النواية لدى ألمانيا ولدى فرنسا نواية سليمة لإقرار السلام ولإقرار التهدئة ووقف إطلاق النار ووقف هذه العمليات من قلة طرفين لكن هل هناك من يستطيع أن يفرض على الإسرائيل هذه الشروط أو هذه الضغطات هذا هو السؤال الحقيقي يعني سمعنا وزير الحرب الإسرائيلية يقول أنه يجب عليه أن يهيئه للعمليات أكثر فأكثر والتصعيد أكثر فأكثر بمعنى آخر أن هل الإسرائيلي يريد التهدئة فعلاً حالياً طالما أنه يشعر هناك ضغوطات على الفصائل الفلسطينية لإيقاف هذه الحرب وأطلاق الصواريخ ربما يأخذ مجاله أكثر الإسرائيلي بموضوع الاغتيالات وموضوع الاعتداءات على غزة لكن عندما يجد آلية أو ضغوط معينة حقيقية من قبل الدول الأوروبية ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهنا أؤكد على الولايات المتحدة الأمريكية لأنها هي الأساسية في هذا الموضوع بغض النظر عن الأوروبيين ونواياهم السليمة إلا أن لا أحد يستطيع أن يضغط على الإسرائيلي إلا الأمريكي وطالما هو غائب عن الساحة يعني الأمريكي الإسرائيلي يفلت عقاله في هذا الموضوع الأوروبيون نواياهم سليمة لكن ليس لديهم القدرة على فرض ضغوطات على الإسرائيلي حتى يلتظم بالقرارات التي تتخذ لهذا السبب أقول أن مصر هي الدولة الوحيدة وأكرر هنا وعبر شاشاتكم قلت مصر هي الدولة الوحيدة التي تفرض ولها القدرة على فرض ضغوطات على الإسرائيلي من عدة زوايا من خلال الحدود من خلال الدبلوماسية من خلال حتى تصل الأمور إلى قطع علاقات أنه إذا استمر بهذا العدوان لأن هذا يضر بكل العملية السلمية إذا كان هناك من عملية سلمية وخاصة أن مصر راعي للقضية الفلسطينية كذلك الأردن والفصائل الفلسطينية يعني أعطت لمصر السقل المطلقة للتحدث بإسمها والكون أن تكون هي دائرة في موضوع المفاوضات لهذا السبب القدرة الوحيدة لمصر هي أن تضغط على إسرائيل ووقوفها إلى الجانب الفلسطيني ممكن أن يعزز الموقف الفلسطيني من هذه الناحية أما الأوروبيون نعم لديهم نية وصلت الفكرة دكتور ردوان قاسم الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والشؤون الأوروبية شكرا جزيلا لك نعود مرة ثانية لياسر وجدي وداليا بعميرة لاستكمال باقي ملفات هذه المشرة شكرا جزيلا قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين تانياهو يستغل ازدواجية المعايير الدولية للتغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والتي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء وشارت وزارة الخارجية في بيان صحفي إلى أن صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم يعد ضوءا أخضرا للاستمرار فيها حضر نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حاق من استمرار إغلاق المعابر الحدودية مع غزة الأمر الذي أدى إلى تقليص توليد الكهرباء وأوضح أن هذا الإغلاق حال دون الدخول المقرر لنحو 600 شاحنة محملة بسلع حيوية مثل الغذاء والإمدادات الطبية والوقود معاربا عن أمله في أن يتم حل هذه المشكلة قريبا حثت الخارجية الصينية في بيان لها الأطراف المعنية خاصة الجانب الإسرائيلي بوقف إطلاق النار على الفور لمنع المزيد من التصعيد وطلبت الخارجية الصينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس معربة عن قلقها البالغ إذا التصعيد الأخير الذي أودى بحياته 25 فلسطينيا الآن نتحول إلى سباق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا أعلن محرم إنجا مرشح انتخابات رئاسة تركيا انسحابه من السباق الانتخابي وقال رئيس حزب البلد التركي إنه تعرض للابتزاز خلال الفترة الماضية من شخصيات محسوبة على المعارضة التركية مؤكدا في الوقت ذاته استمرار حزبه في المنافسة في الانتخابات البرلمانية وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت حصول محرم إنجي على نسبة لم تتجاوز الأربعة في المائة أكان إنجي خلال الفترة الماضية يشير إلى تعرضه لضغوطات من أجل الانسحاب لمرشح المعارضة كمالك لتشدار أغلو كما قام بإلغاء فعاليات انتخابية خلال اليومين الماضيين هذا ويتوجه الناخبون الأتراك الأحدى المقبل إلى صندوق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويتنفس في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحين بعد انسحاب محرم إنجي مرشح حزب البلد التركي يأتي في مقدمتهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمالك لتشدار أغلو مرشح تحالف الأمة كما سيصوت الناخبون لاختيار أعضاء البرلمان وللمزيد من المتابعة حول آخر المستجدات الانتخابات في تركيا نتحاول الآن إلى زميلة شماء الكردي إلى كشاماء شكرا دانيا وياسر للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أنقرة مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد عمر أهلا بك إذن من خلال كلمة ألقاها من أمام مقر حزب رئيسي في العاصمة أنقرة يعلن إنجي انسحابه من العملية الانتخابية برمتها ما هي ملابسات هذا الانسحاب في وقت كان يشدد أنه لن ينسحب من هذه العملية نعم شيما بعد التحية انسحاب إنجي حقيقة السبب الرئيسي خلفه أنه لم يحصل على التجاوب الذي كان يأمل به من قبل المواطنين الأتراك حسب كافة استطلاعات الرأي وحسب استطلاعات الرأي الذي قام بتنفيذها كحزب المملك أو حزب البلد أيضا هذا هو السبب وقاله أيضا في المؤتمر الصحفي قال إنجي أنه حاول أن يشق طريق آخر للمواطن التركي أن يضع أمام المواطن التركي طريق آخر أو بديل آخر عن المرشحين الرئيسيين رجب طيب أردوغان وكمال كليشتار أغلو ولكن لم ننجح هذا ما قاله محرم إنجي طبعا محرم إنجي أيضا تذرع بالهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تعرض لها منذ أن قام بإعلان نفسه كمرشح للرئاسة قال بأن منظمة فتح الله جولان هي التي تقوم باستهدافه بشكل مستمر ومتواصل قال لم أشهد هذا النوع من الاستهداف منذ 45 عاما أعمل بها في أردوغان محرم إنجي حسب كافة استطلاعات الرأي كما ذكرتم لم تتجاوز عدد أصواته التي يحصل عليها الأربعة بالمئة وبالتالي استمراره في العملية أو عملية الخوض للانتخابات الرئاسية ربما كان سيؤثر بشكل كبير على الأصوات التي يمكن أن يحصل عليها حزبه في الانتخابات البرلمانية وفي الأيام الأخيرة شهدنا الكثير من الاستقالات في حزب البلد حزب محرم إنجي التي كانت تعترض على سياسة محرم إنجي لأننا يمكن القول أن محرم إنجي لم يكن معارضا لأردوغان بل معارض لمرشح المعارضة كما الكليشتر وغلو أي أنه معارض للمعارضة وبالتالي كل الاستطلاعات والتحليلات كانت تسير حول أن محرم إنجي يهدف إلى انتقال الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية حسب الأصوات التي سوف يحصل عليها وبالتالي الآن باعتبار أن معظم الأصوات التي سوف يحصل عليها أو التي كانت سيحصل عليها محرم إنجي كانت من المعارضة أو خصوصا من حزب الشعب الجمهوري يمكن القول أنها بأغلبيتها سوف تعود إلى مرشح المعارضة كما الكليشتر وغلو والآن منذ الآن بدأ المحللون السياسيون الأتراك يتحدثون عن إمكانية حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى لصالح مرشح المعارضة حقيقة هذا ما يتم الحديث عنه حاليا ومحرم إنجي في هذا الانسحاب أولا يحاول الحفاظ على شخصيته السياسية خلال السنوات المقبلة وثانيا يحاول أن يستخلص أو يخرج الذريعة التي كانت الأطراف المعارضة وحقيقة تصبها على محرم إنجي بأنه يجعل الانتخابات الرئاسية مستحيلة من الجولة الأولى ويؤدي بها إلى الجولة الثانية إذا كان الأمر يتعلق فقط بانسحابه من هذه العملية بنتائج استطلاعات الرأي ما حقيقة الضغوط والابتزازات التي مورست على إنجي والذي تحدث عنها حقيقة في الأيام الأخيرة بدأ الكثير من طبعا نحن نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي لا يوجد أي شيء مؤكد أو رسمي حتى الآن هناك الكثير من اتهموا محرم إنجي بأنه تلقى الأموال من حزب العدالة والتنمية حتى يستمر بمنافسته على الانتخابات الرئاسية هناك من نشر أيضا الأوراق دعا أنها رسمية بأنه قبض الكثير من الأموال محرم إنجي لاستمراره بالعملية الانتخابية كذلك تم نشر بعض الفيديوهات غير الواضحة حقيقة لفيديوهات مخلة بالآداب لمحرم إنجي أيضا كل هذه الاتهامات كانت موجودة خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا هي مستمرة وموجودة وليس فقط لمحرم إنجي الكثير من الاتهامات يتم تداولها حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا ولكن الهدف الرئيسي محرم إنجي تطرق لهذا الموضوع وقال بأنه يتعرض لضغوط كبيرة جدا في هذا الإطار ولكن السبب الرئيسي وراء انسحاب محرم إنجي هو أنه أدرك أن حزبه في البداية يفرق حقيقة تتوالى الاستقالات في حزبه بالإضافة إلى أنه لم يستطع تحقيق النتائج المرغوة من استطلاعات الرأية أشكرك شكرا جزيلا مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة عمر أحمد نعود مرة ثانية لياسر وداليا لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة شكرا جامعة الآن مشاهدين إلى تطورات الأوضاع في السودان أوضاع 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 سيئة جدا جدا أوضاع رذية جدا جدا معاناة كثيرة من الماء لا أجد عندنا ماء تماما ولا أجد عندنا كهرباء اشتركوا في القناة أفد مراسلنا بسماع دوي انفجارات وسط مدينة الخرطوم تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الجيش السوداني في سماء العاصمة وأضف مراسلنا أن اشتباكات النعنيفة تنجرات في منطقة الحلفاية بين الجيش السوداني والدعم السريع استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة قال الجيش السوداني إنه تلاحظ لجوء الدعم السريع على استخدام الدراجات البخارية بطريقة مكثفة في تحركاتهم مشيرا إلى أن على متنها أفرادا يرتدون أزياء مدنية مما يجعلها أهدافا مشروعة للتعامل معها بواسطة قواته ونوه الجيش السوداني إلى مواطنه بعدم استخدام الدراجات البخارية مؤقتا لحين انتهاء العمليات حفاظا على أرواحهم قالت النقابة أطباء السودان إن 67% من المستشفيات القريبة من مناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة وأشارت النقابة إلى أن 59 مستشفى من أصل 88 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات متوقفة عن الخدمة و29 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي وهي مهددة بالإغلاق أيضا نتيجة لنقص الكبادر الطبية والإمدادات والطيار المائي والكهربائي كما أضفت أن جميع المرافق الصحية خارج الخدمة في مدينة الجلينا بعد أن تم الاعتداء عليها ونهب المغزن المركزي للدواء وسكن الأطباء كذلك مكاتب الهلال الأحمر أكد تود جلواك المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان في لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية أن اتصالات مشتركة تجرى بين رئيسي مصر وجنوب السودان ورئيس مجلس السيادة في السودان بهدف إحلال السلام هناك كذلك أضف أن هناك قمة مرتقبة ستعقد بين رؤساء مصر وجنوب السودان وأتحد من أجل ضماني وقفنا دائما لإطلاق النار في السودان جنوب السودان ومصر وجنوب السودان دول المتعاصل الآن الحرب موجود في السودان والدول الثوالف تصلوا بأشرة بين ناتو في اتصال بين رؤساء ليدار الموقف موجود في السودان وبعد ذلك كان في أي زيادة من دول الجوال السودان يبقى لكن دول الآن جاهز وعرفين الوضع في السودان معقدة جدا المصر وجنوب السودان وشاعة وقت دول الآن فيه النزوه لكل مواطنين وقت دول الآن بأسوال فيه تقلد واضح أن هناك حرب في السودان ونحن حريصين لحن الحرب في السودان كل أمناء يقاتل في السودان كل أمناء في السودان والذي يكون في السلام في السودان بأدرى فرصة الممكن وأضف تاتا جلوك أن رؤية بلاده تتفق مع الرؤية المصرية بشأن ضرورة الوقف الفوري والشامل للإطلاق النار وإحلال السلامي في السودان وأكد أنه لابد من توصل إلى حل سياسي للأزمة بدلا من الحل العسكري لوقف نزيف الدماء هذا الذي يجب أن نحن نشكر كلنا نركز لنا وقت دول الآن في السودان ونفتح مناطق معامل المواطنين وبعد ذلك يكون فيه اتزام لنا وقت دول الآن الشامل بعد ذلك يجب أن نتطور التربير الناس ناكشة القضايا تلزل الحرب ونحن نوصل فيه الاتفاقيات مرضى لإستقرار الشامل للشامل للسودان لأنه كان هناك زازة في السودان بعدد عامل مصير وعدد عامل دوريجين في السودان ونسعى لأنه نكون حريصين لو جفتة الدم في السودان يوصل معبر قسط للبرية على الحدود المصرية السودانية استقبال العائدين من السودان إلى الأراضي المصرية من مختلف الجنسيات كما يوصل معبر تقديم الخدمات والدعم للعابرين في مختلف المجالات كالدعم الطبي والنفسي والغدائي بالإضافة إلى الدعم اللوجستي على مدار السعب هذا وتواصل الأطقم الطبية والإصعاف تقديم خدمتها إلى العابرين في ظل توافد آلاف الوافدين إلى الأراضي المصرية ولمزيدنا من التفاصيل والمتابعة نتحول مرة أخرى إلى الزميلة شاماء الكرد للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معبر قسطول مراسل القاهرة الإخبارية مصطفى عبد الفتاح مصطفى أهلا بك عشرات الآلاف من الوافدين من الأراضي السودانية دخلوا إلى الأراضي المصرية عبر هذا المعبر لابد من وجود بالطبع خدمات تقدم من قبل السلطات المصرية لوجستية وطبية وغذائية حدثني عن مزيد من تفاصيل هذه الخدمات وجودة هذه الخدمات في ظل هذه الأعداد نعم يعني بداية كما ذكرت فهم عشرات الآلاف من الوافدين إلى الأراضي المصرية عبر المنافذ البرية إذا ما تحدثنا عن الخدمات فبكل تأكيد نتحدث عن أحد المعابر البرية المصرية التي أصبحت هي منطقة ومحط أنظار الجميع في دول العالم المختلفة وهو معبر قسطول الذي ما زال يشهد عشرات الآلاف تتوافد على الأراضي المصرية هاربين من الأوضاع في الداخل السوداني إذا ما تحدثنا عن الخدمات فهذا المعبر أصبح معبر كامل الخدمات عديد من الخدمات كالخدمات الطبية والإنسانية والإسعافية وأيضا كل أنواع الخدمات اللوجستية المتواجدة في هذا المعبر أصبحت متواجدة وبكثرة وتم إضافة العديد من الخدمات في هذا المعبر إذا ما تحدثنا عن الخدمات الطبية في المقام الأول فبكل تأكيد نتحدث عن خدمات هيئة الإسعاف المصري الذي انتشرت سياراته في جميع أركان كل معبر قسطل وذلك منذ اليوم الأول لإندلاع الأزمة وما زال حتى الآن هناك زيادة والدفع بعدد أكثر لسيارات الإسعاف وذلك لتقديم الإسعافات الأولية وأيضا نقل الحالات التي تستوجب نقلها إلى المستشفيات المصرية في العمق المصري هناك عديد من المستشفيات نستطيع أن نقول أن أقرب المستشفيات إلى معبر قسطل هو مستشفى أبو سبل الدولي وبعد ذلك التوجه إلى باقي المستشفيات المصرية سواء في مدينة أسوان أو في المدن المصرية المختلفة لذلك فالخدمات الطبية من هيئة الإسعاف المصرية تتواصل على مدار الساعة مع عمل المعبر على مدار الساعة أيضا إذا ما تحدثنا عن الهلال الأحمر المصري الذي يقوم بعمل ذو طابع من شقين الشق الأول هو الشق الإنساني هناك تركيز كبير من الهلال الأحمر المصري على الشق الإنساني وهو كيفية التعامل مع الوفيدين والعابرين إلى الأراضي المصرية وإزالة الآثار السلبية التي رأوها في الأراضي السودانية جراء الاشتباكات والصراعات الموجودة هناك كيف يمكن لأطقم الهلال الأحمر المصري أن تتعامل من خلال الدعمين لها الدعمين النفسيين مع الحالات النفسية التي تأتي سواء للكبار أو الصغار هناك أيضا وسائل عدة من توفير وسائل الاتصال لكل من يأتي إلى الأراضي المصرية للإطمئنان على ذوي وأيضا توفير وسيلة تنقل داخل الأراضي المصرية إذا ما أراد الوافد أو العابر التوجه إلى مدينة أصوات ومن ثم التوجه إلى المطارات المصرية بعد ذلك فإن أجهزة الدولة المصرية بمختلف أزرعها تعاملت مع الأزمة منذ اليوم الأول وعملت على توفير عدة وسائل للتنقل والمواصلات في معبري قسطل وأرقين وذلك من خلال توفير عديد من الحافلات التي تنقل الوافدين إلى المدن المصرية القريبة وبعد ذلك التوجه إلى الوجهات المختلفة نتحدث أيضا عن مؤسسات المجتمع المدني التي تتواجد وبقوة وبكثرة في هذه الأسناء داخل معبر قسطل وذلك من خلال توفير الدعم دعم طبي إضافي من خلال توفير سيارات علاج مجاني متنقلة تقوم بتقديم خدمتها إلى كل العابرين في المنافذ المصرية على مدار الساعة أيضا وتقديم الوجبات الخفيفة وتقديم المشروبات والمياه المثلجة التي أصبح ضرورة للغاية في هذه الأسناء فكما يبدو أن زجاجة المياه أصبح لها قيمة كبيرة مع ارتفاع درجات الحرارة وأيضا عناء الصفر خاصة وأن الرحلة التي انطلقت من العاصمة السودانية الخرطوم إلى الأراضي المصرية هذه الرحلة التي تمتد لأكثر من يوم ونصف فلذا عملت السلطات المصرية وتضافرت الجهود داخل هذا المعبر عن توفير عديد من الخدمات سواء الخدمات اللجنسية أو الخدمات التي تسهل وتعمل على تيسير دخول الأراضي المصرية إذا ما تحدثنا عن الصورة في المشهد من خلفي الآن فبكل تأكيد نتحدث عن توافد العمليات عمليات التواصل داخل المعبر قسطر والتي ما زالت تتوافد حتى الآن هناك العشرات من الحافلات التي تأتي إلى الأراضي المصرية وما زال التوافد يستمر كما ترون معي في الصورة فهناك توافد لبعض الحافلات في هذه الأسناء فمع تمام الساعة الثانية والنصف الظهرا توافدت عدة حافلات إلى الأراضي المصرية قادمة من الأراضي السودانية وهي تقل عشرات من الركبين وذلك في زيادة للأرقام والإحصائيات التي تؤشر على أن الأرقام في الأيام القادمة أيضا في طريقها إلى الزيادة وكما ذكرنا فإن الخدمات الموجودة في هذا المعبر تعمل على مدار الساعة الاستيعاب هذه الآلاف والتي قاربت من سبعين ألف وافد إلى الأراضي المصرية بمختلف الجنسيات كنا قد ذكرنا بأن الجنسيات الوافدة إلى الأراضي المصرية قاربت خمسة وعشرين جنسية مختلفة ما بين جنسيات أوروبية وأفريقية وأسيوية هي جنسيات عديدة نجحت الدولة المصرية وفق تصريحات العديد من المنظمات الدولية والأممية التي توافدت إلى معبر قسطول في أن مصر نجحت في التعامل مع تلك الأزمة وتقديم كافة الخدمات وإدارة الأزمة لا سفقت على شق المعابر فقط ولكن في التنصيق مع الجانب السوداني والتنصيق مع دول العالم المختلفة لإجلاء رعاياها فلذلك فتضافر مؤسسات الدولة وتضافر الجهود ما بين مؤسسات الدولة المصرية في ألاوان الأخيرة يظهر حجم النجاح وإدارة جديدة للأزمة لا سفقت الأمر قاسر على الخدمات والدعم ولكن في كل المجالات نعم شكرا جزيلا مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من بعبر قسطل البري شكرا لك عودة إلى ياسر رجدي وداليا بعميرا لاستكمال باقي ملفات هذه المشرة شكرا 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 تنقل الأطفال السودانيون من بلد إلى آخر داخل سودان حتى يخرجوا بأمان هربا من الاشتباكات خاصة في العاصمة الخرطوم واستمرت معاناة الأطفال حتى تم نقلهم إلى محافظة أسوان بوابة مصر الجنوبية طيارات والقنابل بتفك قزايف في جنب البيوت وبتحرك هناك كانت الطرق صعبة وحرقوا السواب كلها الناس هناك قطعوا الكهرباء أي حاجة يتقطعت شتان بين طاهر الأمسي وطاهر اليوم طفولة أغتيلت براءتها حاول هؤلاء الأطباء والميسرين تصحيح ما استطاعوا منها لينال قصة من النسيان الحميد مع رفاقه عبر دعمهم بمختلف أنشطة نادي الأسرة بساحة وادي كركر الدولية الفيدباك بنشوفه في وقته على طول مجرد ما يدخل الطفل ويبتدي يندمج في الأنشطة اللي احنا بنقدمها بيبتدي يظهر التأثير أو رد الفاعل بتاعه مشاهد لم تستطع الكاميرا التقاطها أثناء رسمها وثقتها حناجر الدعمين لأطفال فزعتهم الأحداث تاركين فحوى نفوسهم على الجدران شاهدة في حالة طفلة بتقول أنا اسمي بترسم فبقول لها ليه بترسمي ده بتقولي أنا برسم بنت اسمها ليلة ليلة ذي تهيب من أهلها وموجودة في الشارع ومش لأي حد يساعدها هي بالفعل كانت بتكلم عن نفسها البنة كانت حزينة جدا جدا وكانت محبطة قوي وكانت بتعملها تعيط يعني عايزة أقول لها لك بعد ساعة من نجودها في النادية كانت فرحونة وبتلعب لأنها مرسلت نشاط فبجد يعني اللي بيحصل هنا في كاركر فعلا نقلة حلوة قوي قوي نقلة للإنسانية يلا نروح نستعرد الدر يلا نروح نستعرد الدر فالخطوات والمتسارعة التي اتخذتها مصر لدعم الأشطة سهلت كثيرا من عمل المنظمات الدولية التي أصبحت مراكز الدعم من خلالها منصات لانطلاق هؤلاء نحن بنتعاون مع الحكومة المصرية في مختلف التخصصات اللي هي علاقة بالأطفال وفي الأزمات الكبيرة اللي زي دي التدخلات طبعا بتختلف من دولة لدولة حسب طبيعة الأزمة خلف هذا الباب الصغير يشد الأطفال السنينيون بعيدا عن ماضيهم القريب الذي أرهق طفولتهم وعبر هذه المساحة الصغيرة تبنى آمال جديدة عبر البوابة المصرية بخدماتها دون كلل أو ملل وهناك المزيد هنا تكتمل مشاهد التداوي لدعم الوافدين من خلال هذه العيادات المتنقلة وعلى لسان المتحدث الرسمي باسم ظهرة السحة المصرية تم تطعيم ألفين ومائة طفل ضد شلل الأطفال وسبعمائة وواحد وثلاثين طفلة ضد الحصبة والحصبة الألمانية من محافظة أسوان المصرية رمضان المطعاني هنا القاهرة عاصمة الخبر والآن مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية اشتركوا في القناة أعلن وزير الدفاع البريطاني بنوالس تزويد أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو بعيدة المدى وقال بنوالس إن الصواريخ البريطانية الجديدة ستمنح كييب الأفضلية في هبومها المضاد كما اعتبر أن تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى هو رد فعل طبيعي على سلوك روسيا ترجمة نانسي قنقر أعلنت رئاسة الروسية الكريملين أن قيام بريطانيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ كروز طويلة المدى يتطلب رداً مناسباً من الجيش الروسي وفي رده على التقارير التي أفادت بتزويد بريطانيا لأوكرانيا قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا سترد بقوة على تلك الخطوة التي تأتي استمراراً للدعم العسكري الغربي لأوكرانيا قال الرئيس الأوكراني أن الهجوم المضاد الأوكراني يحتاج إلى مزيد من الوقت لأن إطلاقه حالياً سيزهق الكثير من الأرواح وتعهد زلينسكي باستعادة الأراضي الأوكرانية كافة من روسيا مشيراً إلى أن الاستعدادات تيجارية بالفعل في أوكرانيا لإعادة بناء البلاد التي مزقتها الحرب أعلن حاكم منطقة بيريانسك أليكزاندر بوغوماز أن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت مستودعاً للتخزين النفط في المنطقة الروسية التي تقع على الحدود وأضاف أن الهجوم على المنشأة التي تقع بالقرب من بلدة كلينسي لم يصفر عن سقوط ضحايا على الرغم من أن خزاناً للنفط تعرض لأضرار قال وزير المالية الياباني شوناتشي سوزوكي أن الحرب على أوكرانيا أضرت بصورة كبيرة بالاقتصاد العالمي وخلال اجتماع لأزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبعة في نيجاتا باليابان أكد سوزوكي أن الوضع في أوكرانيا وكيفية دعمها يعد ضمن الموضوعات المهمة التي سيتم مناقشتها سنناقش الوضع في أوكرانيا وفيما يتعلق بأمور دعمها نريد تأكيد الإنجازات الكبيرة التي حققناها من خلال الدعم المالي وبرنامج دعم صندوق النقد الدولي ونريد أيضا تعزيز التعاون مع بنك التنمية متعدد الأطراف وكذلك مناقشت الدعم من البلدان المقاولة أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين بجهود إسبانيا في دعم أوكرانيا للدفاع عن شعبها وأرضها ضد العملية العسكرية الروسية وأوضح بلينكين أن مدريدة قدمت إلى كييل جميع أشكال المساعدات من عسكرية وغاثية فضلا عن استقبالها أكثر من 173 ألف نازح أوكراني منذ بدء الأزمة وقعت الشكر لخسيم أنويل على دعم مدريد الثابت وشراكتها مع أوكرانيا التي تدافع عن شعبها وأرضها ضد الحرب التي شنتها روسيا وقدمت إسبانيا كميع أشكال المساعدات الإنسانية حيث أرسلت مساعدات عسكرية قوية بما في ذلك تزويدها بدبابات اليوبرتو وأنظمة دفاع جوية وذخيرة ومساعدات إنسانية تشمل سيارات إسعاف خاصة لتلبية احتياجات النساء والفتيات فضلا عن كريم الشعب الإسباني الذي استقبل أكثر من 173 ألف نازح أوكراني من جانبه أكد وزير الخارجي الإسباني خسيم أنويل التزام بلده غير المشروط تتجاه أوكرانيا ما دام الأمر ضروريا وأشار أنويل إلى مواصلة دعم أوكرانيا في دفاعها ضد انتهاك سلامتها الإقليمية والسيادتها إلى أن يعود السلام إلى أراضيها فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا جدت لوزير الخارجي بلينكين التأكيد على التزام إسبانيا غير المشروط تجاه ذلك البلد طالما كان ذلك ضروريا وسوف نواصل دعم أوكرانيا في دفاعها ضد انتهاك سلامتها الإقليمية وسيادتها إلى أن يعود السلام إلى حدود أوكرانيا وتستعيد سيادتها الكاملة ختم هذه النشرة وهذا تبكير بأهم العنوين وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير لسلسلة من العمليات الإضافية في قطاع غزة مصر والأردن يدعوان إلى وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين المراشح في انتخابات رئاسة تركيا محرم إنجي يعلن سحبه من الانتخابات الرئاسية ويقول إنه تعرض للابتزاز من معارضين ودوما مشاهدين لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكترونية القاهرانيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب بإمكانكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على التردد 11-7-4-7 رأسي كذلك يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر على الشاشة شكرا لحضراتكم على أطيب المتابعة هنا القاهرة عاصمة الخبر في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة